مرحبا تيك توكيرز معكم سلام قيبت عليكم فترة أنا متأسف جدا حصلت لي ظروف خارجة عن إرادتي ولكن إن شاء الله نعود والقادم أفضل وأحسن أنا سافرت لهولندا وفعليا أنا مبهرت جدا بهذا الشعب ومبهرت بالحياة وبالناس وبالعقلية اللي بيديروا بهالبلاد وبيديروا بهالحياتهم ومن الأشياء فعلا اللي ذهلتني وخلتني أقول واو هذول الناس فعلا واو وأنا بتمشى في الشارع وجدت مثل هذه الأكياس في هولندا عندهم نوع معين من أكياس القمامة اسمها خودزاك هذه طبعا هاي الكلمة بالهولندي خودزاك معناتها كيس جيد أو قابل للاستخدام الهولنديين بيعملوا كذا لأنه في حاجات خارجة عن احتياج استخدامهم وهي لساتها قابلة للاستخدام في مير موهاش يحطها في أكياس معينة جميلة وممكن إنه يستفيد منها إنسان يلاقيها في الشارع وكل ما زاد تجولك في شوارع هولندا عموما مثل مدينة أمستردام أو أي مدينة ثانية غيرها بتلاقي أمام كل منزل عفش بيت تلفزيون ثلاجة أي شيء تلقاه ممكن إنك تأخذوا لك وهي فعلا مجانا أما بالنسبة لقراء الكتب يا محلاكم ممكن تلاقي مكتبة كاملة في هولندا في الشوارع بس ترجمة نانسي قنقر